ماللي بيحصل؟ في ايه؟ في الكورة يعني انا شفت السؤال سهل وبسيط ازاي؟ سنة في الإجابة صعبة هم ما بحصلش حاجة في الكورة ده العادي ده العادي العادي بس انتهب بطريقة مش كويسة انتهب بإهانة لإهاب وكله من دربين مصرية ليه ما عرفش يعني انا ما عرفش ليه جي وليه مشي هل في اتفاق؟ او ما تخسر تمشي؟ حتى ما حدش قاله انا ما اعتقد يعني الكلام واتقالي انه هو في الطيارة وراح كوريا دلوقتي اتقالي خلاص انه هو أقيل وراح يلعمطش انا مش ازاي لأ يعني انا لو منه هرجع ترجع ارجع طبعا انا مالي الصفة وبعليم اللعيبة اتعمل ازاي يعني هتدي يوم تعليمات ازاي؟ هنفزوها ليه؟ انا مش عارف انا مش عارف انا يعني انا جات لصدمة ان في خلال اسبوع مدرب يمشي مدرب انت عدت وخططت انه ييجي عشان البطولة الافريقية او ما بعد البطولة الافريقية صحيح تصفيات كسعالم وانت اللي اختار فجأة ما عارفش ايه السبب؟ يعني ممتش عزيمة؟ هم عزيمة ازاي صحيح واختلافناش بس ممتش بس ممتش ممتش وعد تحسيب اذا ما دخلتش وانا بقولك مصر هتخش صحيح العاج ان شاء الله طبعا بإذن الله ممتش او تعادل يخليك وتقعب بقى وتدربك وتقعد تكتمع تاني وتختار وتختار صح او غلط كل ده على مش على منتخب مصر على مصر وفيه فرق يا كريم لازم تبقى احنا حسنا نادي او بلد البلد اقوى فانت لما تيجي تخطط غلط او لم توفق في اختيار يعترض عليه اتنين بس وحتى مش اعترضه على ايهاب اعترضه على المدرب المصر والاجنبي صح والاغلبية قالت كابتن ايهاب لازم تكمل انه مدرب كويس وانت جايبت عسسنوه كويس بس فيه نقطة كابتن صلاح الاتنين اللي اعترضوا في المجلس هم الاتنين بتوكورة كابتن حازي امام وكابتن محمد بركات مع كامل اللي احترام الاتنين بتوكورة دول داخلين مجلس ادارة اتحاد الكورة او تم انتخابه في اتحاد الكورة عشان الكرارات اللي تخص اتحاد الكورة يبقى ليهم رأي اقوى فيها يبقى ليهم رأي افضلية فيها بحسب خبراتهم بحسب شغلهم في الكورة لكن لما يتخدش رأيهم في الكورة والباقيين اللي هما ما يعرقعوا يعني ما عندهمش نفس الخبرات في الكورة هو اكيد اتخذ رأيهم بس هما اتردوا على المدرب المصر بس الظبط بس الاغلبية يعني مثل تصويت مثلا جي خمسة اتنين لصالح المدرب المصر اي ان كان همين في الترشيح جي الايهاب طب تخطيط الايهاب ايه يعني احترام بطولة اذا ما خدتاش تمشي ولا ما تخش تصفيات تمشي ولا تكمل غطة فيك كسا عالم ولا تعمل فرقة اعداد اللي كسا العالم بعد بطولة صحي العج الحاجات دي كله اتقلع على الترابيزة ممكن احنا مكناش نعرفه لكن فجأة توكيل مدرب من غير ما تقوله هو في الجو دي جديدة سنة اتنين وعشرين دي جديدة مين صاحب القرار مين اللي خد القرار قدامنا اتحاد الكور في لازم يفع حساب لا دي حقيقة الوطن ده انا مش عايز اخش الفطنية لمصر لما تبقى الرائضة في الكورة ويحصل فيها كده من خلال اتحاد الكورة اللي بيدير المنظومة كلها يبقى هنا في حاجة غلط صحيح ومش عيب ان انا اخطأ واقول ان انا اخطأت لا استاذ جمال العلام كمان قالك ان احنا قد نكون استعجلنا او تسرعنا في اختيار الكابتن اياب جلال ان هو دلوقتي شايف انه في استعجال او شايف ان الكابتن اياب جلال غير مؤهل انه يضرب منتخب مصر فالاختار يبقى هو اللي غير مؤهل او اللي اختار او باستعجال يبقى هو اللي غير مؤهل من باب اولا اما فيه تسرع اه اما فيه ضغط فيه حاجات كتير لكن انت رايلا كان شغال في حتة حتة كويسة انت اكبرته انه يستقيل ويجي عشان المنتخب المصري اقوى واكبر من نادي خلاص اتعمل عقده اقعدته معاه وهو عمل تخطيط للفترة دي وبعدين بعد المطشين في راحة انت بتشيله بعد المطشين وهو راح يلعب مطش ودي وهو يعتبر دلوقتي لغاية انا هكلم معاك يا كريم مش موجود في الجهاز تسمعت او سرحاد الكابتن جمال علام تسمعت او النهاردة طيب بيان من انتحاد الكرة المصري جمال علام لم اسرح باقالة اهاب جلال وجاء تصريح بوضوح بانها ندرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل وكلفنا اللجنة الفنية حازم امام ومحمد بركات بدراسة السيرة الزيتية للمدربين اجانب تحسبا لأي ظروف تطرق خلال ايام المجبلة ده بيان اسوأ من التصريح بس انا اكسف لان اقولك مش قولي البيان ده في ايه لا ده هو بيقولك ان احنا تكلفناهم وانهم يدرسوا ملفات مدربين اجانب بس احنا ما قلناش ان احنا اكلنا تحسبا لايه واحد راح يلعب مطش ودي لا وانت بليه بتكلف يعني انت حالك بس تكلفت يعني انت عندك النية يعني لازم عشان ما انا تقطهاش لا والناس كلها اكلمتوا في الموضوع ده اه انا اه ما قلتش اقالة اه لكن بعد كده جلنا ان في اقالة من كلامك انت اما هانا لما هقول ان انا اكلفت عضوي المجلس كابتن حزن امام كابتن الحمد قط بدراسة ملفات ايانب فده معناه ان انا اتخذت قرار برحيلة كابتن ايهب جلال ويتقال ان حزن اتكلم مع كروش تاني ويتقال ان الكابتن حزن اتكلم مع كروش كروش تاني صح لا الكلام اتطلع منك اصد ده كمان مسموع لا اتطلع منك اه فمش كل الناس هتعرفوا غلط او تعملوا على مزاجها اه وانت حضرك الصح لا هو مثلا الكابتن عيب جلال دلوقتي في كوريا لما كابتن جمال علامي ينزل البيان ده هل كده كابتن عيب جلال هيتطم ان هو مكمل مع منتخب مصر ان هو مثلا هدفه من البيان ده ان يقول الكابتن عيب جلال ما تقلقش انت مكمل لا هو ممكن يكون مسكن لغاية ما هو مش الودي يعدي ما هو مسكن ايه ما هو بيقول ده حتى في نفس البيان بيقول ان حزن محمد بركاتن معهم ملف انه ضرب الاجنبي ده دلوقتي اه هو هما الاتنين اللي اعترضوا او قالوا لا عايزين اجنبي اه انت ضيعت فرصة خلي بالك اه اه كنا كنت تخسر ان اصيوبة دي بالنسبة المصري صعبة شوية انا عارف اه كتاريخ طب من اه كم سنة طيب تقول لها فرقية كابتن سأحسلك السؤال واضح وفرصة ان انت معي النهاردة الكواليتي بتاع المدرب المصري بقى شابها الكواليتي بتاع اللعب المصري دلوقتي اه بل المدرب اعلى شوية اه المدرب احسن كمان من اللعبين اه الاختيارات هو يسأل عنها اهاب لكن دي لي موجودة اه اللعبين لكن موظم اللعبه دي افتكرت ان هي فوق الجميع او فوق قانون قانون رياضي يعني يعني ممكن يجي لعيب وسمعت الكلام دو نيجي لك انا وما لعبتش اروح ارجع احسن لأ لأ ده انت وفروض يكتب فيه تقريه وتتشطب ماذا كنت من اي نادي ماذا اللي كنا عايزين من فترة نقول ان من ازاي الزمان لازم تختار من الاهل والزمالك او العدد هنا يسوي العدد هنا الحاجات هي التعرفة لكن قلم يجي لعيب يقول لي كده والله العظيم اكتب تقرير وقول مش هششغل لما ده يتوقف او تشطب ان تعدى على مصر واحد تاني مش هامو المدرب ابتدعنا كس ازاي فلان حيتعامل مع المدرب فلان لأ اول ما تروح المنتخبي وعندك مدرب اين كان هو هو فوق الجميع لان ده بمصر مصر وانت عليك ان انت تضحي وتلعب بروح عشان اتشيرت انت لابسه طيب المدرب المصري اللي موجود في الدورة لك باع كبير في الدورة هل كل المدربين اللي موجودين دول مؤهدين اكاديميا يعني يخدوا الدورات ودرسوا ولا مجرد او معظمهم يبقوا لعبين او اسماء كبيرة فقط لأ الاسم ما يعملش لأ لازم الدراسات والخبرات والبطلات انت بتلعبها كمدرب مش لعيب انا يعني في حالة بتفصل بين اللعب والمدرب ان انت انا عايز اعمل طريقة بس انت مش قريب تعملها لي هستفيد منك ازاي انت كلعيب مش شرط انت باع لعيب دولي او بتلعب في نادي كبير زي اهل وزمالك لكن انا طالب منك حاجة مش هتحف تعملها يبقى لازم اغير انا كمدربة اغير عشان اعمل طريقة تتناسب مع امكانتك انت لكن الجيب ده اقل جيل جيه سيبك من صلاح والمحترفين اقل قماشة جات تقدر تتأقلم مع اي مدرب بصعوبة بس دي اللعبة اللي حملونا عليها نجوم في الدورة المصري اه للأسف وهي مش نجوم لا هي نجوم في الدورة المصري لكن ممكن متكونش نجوم في المنتخب مصر يعني زي ما يقولك فيه دولي وفيه محلي لكن الراجل جيه لا ماتش ودي ولا معسكرات ولا حاجة فجيه دخل على الناجل الهي يخلص يوم الثلاثين باية هو عنده خمسة لكن انا كان فيه لعيبة كانت ممكن تستفيد منها تقني يعني إبراهيم عادل كان محمد إبراهيم بس هو الخوف اللي عاشه بهاب مش قادر غير كتير مش قادر يعمل حاجة ممكن تيجي نتيجة عكسية ولزاك لما جابت جون مصطفى محمد ماتش غينية انا شفت باخد نفسه يعني الحمد لله لان هكسبنا لكن هو بعد ماتش أسيوبة ده انا اعطاك انا هيرجع لليه طريقة لعبه ويختار اللعيبة اللي تقدر تعملها له حتى لو من نادي او من نادي مش لازم نادي من كل حتة وكان هينجح كبسراحة ولي المدرب المصري مش مطلوب دلوقتي في الدول العربية وافريقيا يعني لم يطلعش برا يطلع فرامنين بس كنت انت ابو دايس عليه ابو بهينو الحركة ده تمت اقارة اهاب جلال دي اهانة المدربين المصريين كلها واشوف انا كنت مش مع علي ماهر ولا خالد جلالا ويرفض المنتخب الاولومبي لكن خلاص انا معهم دلوقتي يروح يسيب نادي مستقر فيه يروح منتخب يتغلب يتغلب ماتشودي يمشي مم وانت قضيت عليه مم لكن لازم منظومة مش تتغير يتخطط طلع صح مين اللي يخطط المسئولين ما انت دا تبتجيب مدير فني للقطاع الناشئينة او المنتخبات شو بقى لعب دولي لعب نادي ايه لعب منتخب قدي ايه الحاجات دي كل لازم تعرف ونقاط تتحط مش عيب هل اللي بيختار اصلا مؤهل الاختيار يعني اقصد انه انا ممكن اجي الوقت اختار الكابتن محمد صلاح يبقى هو المدير فني المنتخب مصر هل اناك يا كريم بقى مؤهل اصلا ان انا عرف اختار فاهمني وانت لازم تختار واحد بيرا اختار لكن ما اختارش واحد ناس عايزاه ايوا حقولك على حاجة دكتورة عمرة بن مجد لما جيت حط في المركز ده في الوزيشن ده قالوا له اختار مدربين عشان يمسيكن المنتخبات من تحت المنتخب الاولمبي لا الاولمبي فعمل نقاط دولي لعب قدي ايه فريق اول لعب قدي ايه اقل مانات ايه ايه